اشتركوا في القناة لخلق فرص نوعية للمواطنين في مجالات العمل والاستثمار وقال معاليه لدى افتتاحه معرض التوظيف الشامل ان الدعم الذي يلقاه سوق العمل تعزيزا لدور المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يتطلب الاستمرار في توفير فرص عمل للمواطنين وتهيئة الشباب لمتطلبات سوق العمل علاوة على الاستمرار في توفير البرامج الداعمة لضمان نمو بيئة الأعمال وكان معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قد تفضل بافتتاح معرض التوظيف الشامل الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمركز البحرين الدولي للمعارض على مدى يومين بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وأعضاء السلطة التشرعية والفعاليات الاقتصادية والتجارية وممثلي المنظمات الأهلية والنقابية ويأتي هذا المعرض في إطار متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف الذي يتم من خلاله عرض فرص العمل المناسبة في منشآت القطاع الخاص للمواطنين وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله دعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه للسياسات والبرامج الرامية إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتوفير كافة الإمكانيات نحو تأهيل الموارد البشرية وإدماجها في سوق العمل مثنيا معاليه في الوقت ذاته على استراتيجية مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه الرامية إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة للاستثمارات العالمية وتسويق البحرين كونها منطقة تستقطب الفرص والمشاريع الحديثة وأشار معاليه إلى أن إطلاق المبادرات الهدفة لتسريع توظيف المواطنين الباحثين عن عمل بالتوازي مع توفير حزمة من الحوافز والمزايا للشركات والمؤسسات التي تستقطب العمالة الوطنية ستسهم بشكل كبير في المحافظة على نسبة البطالة في معدلاتها الطبيعية وذلك لما يمثله ذلك من تعزيز للأمن الاجتماعي الذي يعد ضرورة الاستقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف ذات القيمة المضافة في سوق العمل كما أشاد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون القائم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص في مجال تنمية الكوادر الوطنية وتوظيفها مشيرا إلى أن المشاركة اللافتة من قبل منشآت القطاع الخاص يؤكد أهمية تضافر كافة الجهود الوطنية نحو دعم وتوظيف الشباب البحريني في كافة القطاعات الانتاجية من جانبه أشاد سعدة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتفضل معالي شيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء برعاية وافتتاح المعرض مشيرا إلى أن ذلك يعكس حرص الحكومة الموقرة على دعم ومساندة مشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنمية الموارد البشرية وتأهيلها وإدماجها في سوق العمل وجعلها الخيار الأفضل عند التوظيف لدى أصحاب العمل أكثر من خمسمائة جهة ومنشآة سارعت إلى حدز ركنها في معرض التوظيف الشامل لعرض ما لديها من شواغر وظيفية لكل باحث عن عمل لا يخفى على أحد بأن أكثر من خمسمائة منشآة من مختلف القطاعات تتنافس للحصول على الكفاءات البحرينية وجذب البحرينيين للعمل برواتب مجزية وبظروف عمل مناسبة اقتصادنا يبشر بالخير سواء في المرحلة الحالية إن شاء الله والمرحلة القادمة الشيء المميز في هذا المعرض هالمرة أنه وجود شركات حكومية مشاركة فيه وهذا يعطي قوة وثقل وكذلك يعطي شفافية أكثر حق الباحثين عن العمل أنهم يكونون تحت معرض تحت إشراف وزارة العمل ويكون توظيفهم عن طريق هذا الشيء وكذلك هذا يعطي حق الشركات الأخرى التي تكون موجودة أنه يكون عدد البحثين عن عمل يكون أكبر فيحصون على الكفاءات اللي هم يطمحون لها إلى جانب ما تم طرحه من فرص عمل حقيقية من قبل الجهات العارضة لها تراك تجد ما يزيد على 12 معهد تدريبا لها ثقلها لتجود بعمق الفائدة الآتية من وراء تواجدها عبر ما توفره من برامج تدريب احترافية تشد عضد الساعد الوحريني وتؤهله لمزاولة أي عمل كان بقدرة واقتدار أهمية التدريب هو أهمية جدا رئيسية للموظفين هو تسهم في رفع جودة العمل وتطور من الموظفين وجودة العمل بالتالي نحفز على كل الموظفين والباحثين عن العمل أنهم يدخلون ويستفيدون مثل هذه البرامج يوفر لنا فرص عمل البحرينيين ويسهل علينا أن كل الوظائف موجودة في وجهة واحدة المعارضة تفيد الباحثين عن العمل في توفير الوقت والجهد بحيث أنها تجمع كل الوظائف في مكان واحد ونحب نشكر سعارة الوزير على تنظيم هذه المعارض لأنها موجودة وفرت على النواق طبعا اليوم نحن مشاركين في معرض المهن اللي تابع حق وزارة العمل الشؤون الاجتماعية نبحث عن موظفين بحرينيين كفاءات بحرينية شبابية من جميع التخصصات والتخرجات مثلا عندنا البيئة سواء كان ولا ثانوية عامة وإن شاء الله نقدر نحصل على الموظفين اللي احنا ندورهم والطاقات اللي احنا نطمح إليهم من البحرينيين فقط كنت باحثة عن عمل والحمد لله الفضل يعود إلى هذا المعرض وجدت وظيفة HR Manager في شركة Paragon Advertisement والصراحة الحضور جدا جدا قوي هو يحاولون يقدمون مجموعة من الوظائف يعني التي تقدر تكون في متناول الجميع إن الأغلبية يقدرون يقدمون إن شاء الله وإن شاء الله المواطنين البحرينيين كلهم يحصلون وظائف إن شاء الله بإذن الله صايرا لكل الشركات في مكان واحد فسهلت لنا ننتقل مكان لمكان ووفرت لكل الباحثين شرح مبسط حق الأشغال والمقابلات تكون فورية نفس الوقت فكل شيء سهل علينا معرض توظيف شامل يعد جزءا من قافلة المعارض التي تبادر بتنظيمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بين الحين والآخر بهدف عرض الوظائف بشكل مباشر أمام الراغبين في اكتسابها من خلال تواصلهم مع أصحاب العمل الذين سيحفز هذا التجمع خاصية التنافس فيما بينهم لتحسين امتيازات الوظائف المقدمة من قبلهم معرض يلبي حاجة الباحثين عن وظيفة في قنص فرصة مرجوة داخل سوق العمل الذي تتنافس فيه الكفاءات وتتنوع فيه المجالات لتلفزيون البحرين محمد الشدد